كيلو فلاي دجاج انقطعه الى قطع صغيرة او في السكين او في المقاس معلقة الطعام كاري وهو معلقة الطعام 10 جرام تقريبا وببركة حلوة 10 جرام معلقة الطعام واذا ممكن تبدلوه في حار كزبرة ناشفة 10 جرام تقريبا معلقة كبيرة او معلقة ونصف ممكن نضيف ومرق الدجاج ماجي بودرة 3 معلق طعام 30 جرام وممكن نبدله في المكعبات المرق الماجي نفتفته وزيت اي نوع زيت 100 جرام لكل كيلو دجاج 100 جرام نضحها في التلاجة 24 ساعة يفضل قبل بيوم اقل شيء 6 ساعة اقل شيء كل ما طورت في التلاجة كل مكان افضل وهي بتصبر لمدة اسبوع في التلاجة هذه الصوس تبع الشورمة كتير طيبة وهذه التومية سوف اضع الكراب بالطبعون الصوس والتومية تحت في اسفل الفيديو في صندوق الوصف هذا بعد بعد تقريبا 10 ساعات هو يكشرب الخلطة والتوابل والزيت هو مش محتاج زيت لانه زيته منه فيه على حرارة فوق متوسطة يأخذ تقريبا 4 دقائق تقليب والصوص الشورمة اللي احنا بنعمله الخاصة التومية هي تتحمل حرارة مخصوص للشورمة مثل الجبنة بتسير نوضع التومية ووضع الشورمة ونخلل الخيار ونقسمه بالنص ونفس الشيء بنكرر التومية تتحمل حرارة عالية التومية هذه لكن التومية اللي هي فقط مايونياز بتفرط مع الحماوة ووضع الروابط تحت في صندوق الوصف ونقسمه بالنص ونقسمه على قريل ووضع قليل من الزيت قليل من الزيت والحرارة تكون أقل من المتوسط أقل من المتوسط الحرارة تكون يعني حرارة هادية تكون نقلب على الوجه الثاني ونوضع طقل فوق منه هيك جاهزة ونكرر نفس العملية تقدم مع الخضار مع البطاطا ها مش يتبعده لخيار الفريش ها مش يتبعده لخيار الفريش عن اللحم اللحم والتونة والأسماك والبيض لخيار بعمل زماخة ممكن نبدل الخيار الفريش في مخلل الخيار ممنوع الخيار الفريش ينوضع مع اللحم والأسماك هيك يعني معلومة علمية هيك جاهز احنا بنلفه بنحط الخضار اللي احنا حبينا بس ما عدا الخيار الفريش الخضار ممنوع نحطه بنبدله في مخلل الخيار من شان وضوع الزناخة اذا اجتمع الخيار الفريش مع البندورة او الطماطم بتزيد الزناخة اكتر ولكن الطماطم ممكن نوضحها الطماطم عادي لوحدة بدول الخيار الفريش مع مخلل الخيار هيك احنا بنعمل السندوشات في المطعم ولطريقة المطعم نفس ما بعملها في المطعم والصوص هذا هو طريقة نرويجية هذا بنعمله في المطعم في النارويج اللي هو الصوص مش مش التومية لا الصوص التاني هاوضعك الرابط تبعه تحت كثير كثير طيب للشوارمه صوص مخصوص مكونته هي كثيرة شوية ولكن كثير طيب نوضع الجبنة والزيت زتون نوضع شوارمه وهذا الصحن لالي بعد التعب اتمنى تشتركوا بالقناة في امان الله السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التال في القناة